استقبلت وزيرة التجارة وصناعة نبين جامع وزير الدولة الليبي لشؤون الاقتصادية سلام الغويل واستعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وقالت وزيرة التجارة أن السوق الليبي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة التاسعة عالميا بقيمة صادرات بلغت ما يقرب من 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة بذلك نسبة زيادة بلغت 64.5% من جانبه أكد وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية حرص الحكومة الليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبي وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعية